اشتركوا في القناة الحديثة انا بدي احكي وجهة نظري من واقع تجربة من واقع ناس شفتهم بعيني بهذا المجال وهي تنطبق على كمية كبيرة من الناس الفرق ما بين انك انت طب اي لغة انا اتعلم انا بنصح دائما الناس ما يبلشوا في لغة من اللغات الحديثة لسبب افهموه انا مش عنصري ضد او مع اي اي لغة برمجة انا بحب كل لغات البرمجة لانها هي ادوات بتفيدني كمبرمجة وما بتفرق معي اي لغة تمام بيجي المتعلم بدخل بتعلم بلغة من اللغات الحديثة ايش المشكلة هون طب وين المشكلة ما انا بقدر اتعلم برمجة في كل اللغات انا بحكي لك وين المشكلة وبتمنى تسمعوني بهذا الموضوع لانه انا شايف مئات ومئات الاشخاص ضاعوا بالنسبة لهذا الموضوع ابتيجي تتعلم لغة زي لغة بايفون انا احترم لغة بايفون جدا وهي لغة قوية ما عندي مشكلة معها ولا انا عنصر ضد هذه اللغة تمام وانا واحد من الاشخاص اللي لما نزلت بفيديو دليل تعلم البرمجة قبل اربع سنوات رشحت لكم ثلاث لغات تبدأوا فيهم كانت اول واحدة يسي بلس بلس الدرجة الثانية جافا انا بعرف لغة رشحت لكم اياهم والدرجة الثالثة كنت متردد ارشح لكم بايفون بس قلت لكم اقول لكم بدكم بايفون بس بما معناه ما ابعدوا عن المكتبات الجاهزة اللي في بايفون وكونوا حذرين في تعلمها وانا الفيديو موجود ارجعوا ويحضروا ابعد عن الاشياء الامور الجاهزة في بايفون وإلا رح تخبط في الحيط وهذا حكي من اربع سنوات ما تغيب اللي صار انه الناس بتبلش بتقول لك انا خلص دس اسهل بدأ ابلش اتعلم بايفون تمام بيبلش يتعلم بايفون وهو ما خفت نصيحتي انه يبعد عن المكتبات الجاهزة والامور الجاهزة فيها لا بحكي لكش ليش انا بلا حكي لك بلا عن المكتبات الجاهزة فيها بيبلش اول شهر شهرين بيطبق نصيحتي بعدين طبيعة البني ادم كلنا يا ابنى بني ادم من حب الاستسهال وانا اولكم انا اولكم بحب الاستسهال وانا بشكل في لغة بايثون بلاقي انه اوه والله هاي الميثود بتعملي صورت دوت صورت برتب لي اياها احسب لي الفرق بين تاريخين او والله هاي هو ويثون بحسب لي اياها على الجاهز اللغات الحديثة فيها مكتبات جاهزة وتولز بتسهل عليك البرمجة وبتكتب كود عنك هل احنا بدنا نعيد صناعة العجلة يا محمد ابو هدهود اكيد لا انت ما بدك تعيد صناعة العجلة لما تكون متأسس صح اكيد غباء تعيد صناعة العجلة لكن لما بتكون انت في مرحلة التأسيس واللوجيك والالغورثمس وهذه الاشياء بدك تعيد صناعة العجلة عشان تتعلم وتطور تفكيرك بهذا الموضوع انا بشوف شخصيا اللي بتعلم بايثون ويستخدم المكتبات الجاهزة فيها او اي لغة حديثة من شرط بايثون ترى ممكن سي شرط انا في الكورسات اللي عندي ما بلشتش بسي شرط سي شرط كورس رقم 14 تأسسنا بسي بلاس بلاس تمام انا بشوف اليوم واحد بالصف الأول ابتدائي بتعلم اساسيات الرياضيات هل من المعقول امسك آلة حاسبة واعطيها طيب بكون مجنون صح صاحب بصف الأول بتعلم اساسيات الرياضيات انا في هاي المرحلة بنمي اللوجيك عنده في هذه المرحلة اروها اعطيه آلة حاسبة طيب هو بالآلة الحاسبة شو رح يعمل رح يحل كل المسائل رح يوهم نفسه انه هو شاطف الرياضيات بينما هو مش شاطف الرياضيات انا ما نميت له اللوجيك تبعه نفس الشي لما انت بتبدأ في لغة من اللغات الحديثة بتحرم حالك انك انت تطور اللوجيك تبعك قد ما بتكون انت صارم على نفسك الا تضعف النفس بتضعف فهموني يا جماعة انا بحكي لكم شغل نفسي عم بصير مع الناس رح تصير تميل او ولا باستخدم الجاهزة 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 ما هي جاهزة بقول يلا خلص بصير طميل اني بني بقول بدي اتعلمها لاتر بدي اتعلمها لاتر بصير في عندك بلقو الاشياء لدك تعلمها لاتر بعدين لا رح ترجع تتعلمها ولا رح تعمل شي لانه سيكولوجيا اللي بتعلم على السهل وبتعود على السهل صعب يرجع يتعلم على ايشي الاصعب اللي هو مش اصعب كثير يعني فانا دائما بنصح اللغة الاولى اللي تتعلموها هي سي بلس بلس انا مش هنصر ضد هذي اللغة واحنا بشركاتنا ما مستخدم سي بلس بلس عفكرات احنا بنصح فيها هي كلغة تأسيسية بتعطيك بتغطي لك مش موجودة في لغات ثاني تمام وبتجبرك وبتقيدك بتجبرك وبتقيدك انك تلتزن بشي معين يعني مثلا اعطيكم مثال بتفتح برنامج بايثون اليوم بتكتب له print my name او هلو ورد سطر كود واحد باو انجاز بتفتح سي بلس بلس بتلاقي include iostream function main بتلاقي كود قدامك انت مش شغلك تحفظ كود على فكرات بس انت بصير تتسأل اه ولا تفهم انه هاي في مكتبات وبتم استدعاءها بتجبرك تتأسس صح بتجبرك على امور انه بتخليك ماسكتك في الاتراك على انك تتأسس صح واللي بيحكي سي بلاس بلس 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 صعبة هي مش صعبة مش صعبة يعني مش مش ذات الصعوبة هاي هم الشباب اللي كانوا اللي كانوا متعقلين في البرمجة تدرسوا معنا سي بلس 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 واموهم سهلة وسالسة وطالما القاعدة بتحكي طالما انك انت تعلمت لغة واتقنتها واتقنت البرمجة تقدر تتعلم لغة ثانية أكبر دليل طلابي الآن يشهدون تعلموا 13 كورس C++ أسسنا فيهم صح كورس رقم 14 C Sharp خلال أقل من ثلاث أيام كانوا بعملوا كل اللي بعملوا ب C++ ب C Sharp فهذا الدليل أنه Syntax ما بتفلك بدك تتعلم بي ثم بعدين بتتعلم C++ بتعطيك مفاتيح كل لغات البرمجة عشان هيك أنا مش متعصب لهذه اللغة لأن هذه اللغة شايف فاديتها من وجهة النظر هاي لأنه انت راح راح تضيع حالك إذا ما عملت كنترول على حالك بلغات حديثة زي بايفن وغير هذه وجهة نظري تفضل محمد مشرف احتي وجهة نظرك في هذا الموضوع يا وجهة نظرك يا بابا وجهة نظرك أنا أحكيها من خلال قصة صغيرة نعم أنا أرضى في من سنين نزلوا حاجة اسمها Linky اللي هي من خلال 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 ما تكون ساهم DataBase ماشي؟ صحيح وبتتعامل مع DataBase زي ما بتتعامل مع LegitList زي ما بتتعامل مع الExam اللي زي ما بتتعامل مع أي حمد ده مش وحش بس أقول لك وحش إم طبعا أنا SQL Server 2008R2 كان نزل فيه Feature اسمها Multi Server Feature دي كانت وزيشتها آآ SQL Server 2008R2 كان نزل منهم الفيتشر دي الفيتشر دي أنا اللي بنيت ال Data اللي هي بتاعتها كلها بنفسي حل؟ دي بتعمل ايه؟ SQL Server قبل 2008R2 لحظة ان دي فيه مشكلة دلوقتي انت على مستوى السيرفر الواحد ممكن تحط DataBasis وتعمل وكمام ده كله والدانية زي فلو سهلة وظريفة طب لو انا راجل وانا شغال في سيرفر فارم مثلا في مثلا عشر تلاف سر اللي كان بيحصل زمان ان ده كان جحين بالنسبة لل DataBasis لازم هو يكون عارف كل سيرفر فيه مشكلة ايه؟ وعمل له سيرفتات وانما يحب يعمل حاجة في سيرفر معين لازم يفتكر بتاعت السيرفر ده والبساط بتاعته ايه؟ والحاجات دي كلها كان جحين فاحنا في سيرفر قلنا لأ الكلام دوت مالوش معنات محتاجين بيعمل حاجة داشبورد كده الناس تحط فيها السيرفرات كلها ومن خلال الداشبورد بتاعتها تتحكم في كل السيرفرات جزء من الطريقة للدنيا دي كانت شغالة ديها من كل سيرفر جوة شوية حاجات كده بنعمل للهيلس والكلام ده كله وبتطلع داتي عن السيرفر ده عن الهيلس بتاعته او السيرفر شغال كويس ولا لا ارططيق ولا لا ايه الديتابيس المليانة الميموري مليانة ولا لا الكل سيرفر حل؟ لما جينا عملنا وقلنا احنا محتاجين نعمل وبنينا وكده انا حبيت اعمل سيميوليتور احنا كنا عاملين حسابنا اللي احنا عم سطورت داتا حجمها سنع يعني هنعمل لمدة سنة فانا حبيت اشوف بتاع السيستم لو احنا عملنا داتا حجمها سنعي بالعمل فعملت سيميوليتور بيعمل تساوي حجم السنة دي كان ساعتها كان أكدر في الفين وستة تقريبا او سرعة وكانت الداتا بالتيرابايت فيها نشيب؟ المهم عملت الداتا عندنا الباشبورد بتفتح المفروض الكود اللي بيطلع الانفورميشن او بيعمل لها الاليسيز الماكسيمم بيشتغل وابع ساعة ليه وابع ساعة؟ عشان احنا بفروض تبطيط الداشبورد كل وابع ساعة تخيل الكود ده اخد وقت قديف اول مرة جربته فيها 23 ساعة وانا وقفته يعني كان ممكن ياخد ربع شهور ماشي؟ الآن ده انا لو واحد مش فاهم مش فاهم مش فاهم مش فاهم الدنيا شغال ازاي من جوه كل معلوماتي هي مش عقف حل المشكلة جيدة وبالتالي انا مسؤول ان انا خلي تشتغل انا كده ما عملت الشغلية انا هترفض دخلت عملت للقصة دي نزلتها من الله اعلم بقيت بتاخد ثانية ونص من خلال ايه؟ من خلال حدات بسيطة انا بس فاهم الداتة بشتغل ازاي فاهم بتتخزن ازاي فاهم العلاقات بينها بتبين ازاي بيستخدم بيستخدم غلط بيخطاك بيعمل معرفة ايه؟ هل هنا اساسيات بتاعة داتة بتاعة داتة كانت مهمة؟ طبعا انا من غيرها كنت اترفضت مش هفاعمل شغلتي بكرا فانت كونك تستخدم تول ستفاعل عليك طبعا اساسي بس انت لو مش فاهم ايه شكلة ازاي والتول ما دي تاكشي دتيجة اللي انت عايزها هتحط هناك على خدك وتقط عيد خلاص مش هفاعمل حاجة صحيح ولسه كودك ممكن يكون اسرع وانك انت شبك داريكت على الاسيو الزيربر عن طريق ايديو ديت نت وستورد بروسيجرز لسه كمام يكون اسرع واسرع لانك انت في اللينكيو انت عم بتحط وصيط انا مثلا ما بيدرسهم انتيتي فريمويرك ولا لينكيو انا بعلمهم تعرف المحسن في الموضوع اخ محمد انه الناس تروح تستسل على اللينكيو والانتيتي فريمويرك عشان ما تتعلمش ايديو وستورد بروسيجرز طبعا هم صعوبة درسة الصعوبة بسيطة يعني انا بحكي لك امشي خطوتين او امشي خطوتين واحد بالعشرة بتشتغل صح احنا محكي اللي بنحكيه لما بحكي لك مثلا تعلم سي بلاس بلاس مش صعب لما بحكي لك اتعلم ايديو وديت نت وستورد بروسيجر واشتغل انا عندي وجهة نظر انه اذا انت مش مسيطر على الكود انت مبرمج فاشل نعم اذا ما بتسيطر على الكود من الالف لليا انت مبرمج فاشل عشان تتأسس في الداتا بيس دخلك شو بدا انا هقول لك برضو ها هقول لك مثال تاني برضو من ارض الوقع انا اما كنت شغال برضو في من جالي بج قال ايدي قال لك ان احنا لما كان دا كان في الفين وخمس اول ما استغلت خبز قال لك ان احنا لما بنعمل سيت اوب على سيرفر فيه اكتر من المائل اكتر واخصوصا لا فيه 128 والسيرفر دا ياباني بعد يوم ونص بيضع دي برج كانت صعبة جدا ليه لان ساعتها في المبنى كله ما كانش فيه غير اتنين سيرفر فيهم المواصفات دي انا كل ما اخد سيرفر من دول واقعد انزل ويندوز ياباني واقعد انزل سيرفر ياباني انا لما دا يحصل بلاقي حد يجيه يقول يا انا عندي برج اهم من برج بتاعتك هات الجهاز دا عدت شهرين انا اصلا مش عارف اخد الجهاز اجرب عليه ولكن انا عشان واحد اعرف اساسيات الحياة فالكاتب بشكل مختلف قلت هو ايه المختلف ما بين الياباني وانجليزي المختلف ما بين الياباني وانجليزي والمغات التانية بيستخدم يونيكوت كل حرف ياباني بياخد دع في المساحة اللي بيخدها الحرف الانجليزي دي اول معلومة تاني معلومة الموضوع بياخد وعد ده معناه ان في حاجة بتبايلد فيه ليك بيحصل وبتعمل بلدنج ده بيوصل لمرحلة اللي خلاص خد كل ريسورس سيدونيا بتطغر طب احنا انا بنتكلم على اليابان ايه بقى الليك ده مش ميموري ده غالبا واحتعمل تست بسيط قوي ابليكيشن ويندوز ابليكيشن في السي شارد لان كان ساقتها بيحصل جوه حاجة طبعة دوت نت وعملت اللوب ان انا بعمل فونت ياباني وبشيله وبعمله وبشيله اكتشفت ان فيه باك جوة دوت نت فريمورك بتعمل ريسورس ليك في الفونت اللي مستخدم يونيكوت في التالت دقايق حلت المشكلة كنت لو انا ما كنتش اعرف يعني ايه يونيكوت ما كنتش اعرف يعني ايه ريسورس ليك ما كنتش اعرف في الحاجات دي كلها لو قعدت جنب البج دقية اربع سنين ما كنتش اعرف وصل الله دي حاجات بسيطة بتفرق جدا 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 في الشغل خلتني في مايكروسوفت اترقى كل تمن شهور ايوه هذا اللي بحكي فيه ايوه شكرا لك ايوه تخضر بالضبط كل تمن شهور كنت بترقى انا دخلت مايكروسوفت ليفل تسعة وخمسين اللي هو جونيور كنت وصلت اتنين وستين في حوالي تلات سنين يعني ترقيت اه تلات مرات فقال لي من تلات سنين كان في سنتين ونص فدي اكشل يعني انا دخلت سبعة وخمسين لان انا ما روحت مايكروسوفت كنت رايح حاجة اسمها مش انترنوم مش جونيور بحاجة اقلم الجونيور اصلا كان عندي مشكلة في الهيزة فترقيت من سبعة وخمسين لاثنين وستين وماكوش تمانية وخمسين في موايكروسوفت من سبعة وخمسين لتسعة وخمسين من تسعة وخمسين لستين من ستين وواحد وستين واثنين وستين فاقلم من تلات سنين ليه؟ عشان الحاجات دي له اساسك قوي ما هو يعني الاساس القوي بيخلي قدرتك على التحليل وربط الامور في بعض معلومة من هون معلومة من هون مع براك تسمع كذا بصير تجيك الفكرة تمام؟ وبتيجيك الفكرة بالشركات في موظفين انا احكي لكم انا عندنا موظفين في موظفين بيمشوا على التراك العادي جيدين كويسين امورهم تمام وفي موظفين بيمشوا على الفاست تراك هادول اللي بتنططه كل كل اربع شهور ست شهور كل سنة شركة الحالب تيجي بتقول لك هاي زيادة كذا هاي زيادة كذا لانه انت بتكون انقطتهم بمواقف زي ما تفضل اخ محمد مشرف انه بشوفوك سريع انت جيتك غير عن غيرك وضعك غير بتشتغل عن اربعة وانت مرتاح ومبسوط هذا اللي احنا بنا اياكم توصلوه هذا الحكي مش صعب مش صعب احنا مش اذكى منكم انا معدلي في التانويه العامة بلا فخر واحد تمانين في المدارس سبعة وسبعين احنا مش اذكى منكم يا جماعة بالعكس بالعكس الناس المارضة متوفر لها فرص ما كانتش موجودة على ايامنا يعني انا على ايام احتنا اوصل للمعلومة ما كانش في ما كانش في يوتيوب ما كانش في جوجل ما كانش في اي حاجة كنت ممكن اروح مسافة مثلا بالساعتين عشان اجيب كتاب الف صفخة والله اعلم هيكون في المعلومة او لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة